اليوم معانا ضيفين الهواوي نوفا 5T والجالكسي اي 70 كيك الطلبات كانت من الجماهير التي تتابع انه اعملين مقارنة بينهم اعمل مقارنة بينهم لان السعر يعني تقريبا متقارب خلونا شوف يا جماعة خير شو نشتري نوفا ولا الجالكسي اي 70 خليك معنا السلام عليكم اصدقائي انا السيزار برحب فيكم في قناتي السيزار ريفيوز اهلا وسهلا بالجميع يعطيكم الف عافية في هذه الحلقة مقارنة بين نوفا 5T والجالكسي اي 70 بعض قد يختلف معي او البعض قد يعترض وانا يعني معاه بالاعتراض ولكن انه اجد طلبات كثيرة انه بين هدول الجهازين الناس لما تطلب مقارنة بين الجهازين بيكونوا فعليا عارفين انه والله هدول ممكن يكونوا من فئات مختلفة لذلك انا بدي اعمل هاي المقارنة لانه فعليا ممكن يكون حدا معاه مثلا 250 دينار الى 300 دينار اردني وبيدي يشتري جهاز هدول هاي المصاري بتجيب الجالكسي اي 70 وبتجيب النوفا تقريبا 5T فكون محتار فيديو زي هذا ان شاء الله بيشيل عنك الخيرة فخلونا نبلش بالنسبة للتصميم جهاز النوفا حجمه اصغر النوفا مبني من زجاج شكله بصراحة احلى بكثير لا يعني ذلك انه الجالكسي اسفين مش حلو ولكنه من بلاستيك وحجمه اضخم فاذا هدول الامور تفرق معك بصراحة يعني المفروض تختار النوفا 5T انا بالنسبة لي بسبب الحجم والزجاج بعطيه نقطة للنوفا بالنسبة للشاشة هلا النوفا عنده 6.26% انش LCD اما الجالكسي اي 70 فعنده سوبر اموليد 6.7 انش بدون نقاش انا بعطي نقطة هون لشاشة السوبر اموليد الرائعة بالنسبة للأداء النوفا عنده معالج فلاكشب الهو الكيرن 980 اما الجالكسي اي 70 عنده معالج متوسط من سناب دراجون 675 بدون نقاش هون اكيد سوف اعطي النقطة للأداء الافضل للنوفا بالنسبة للساعات التخزينية عندهم تقريبا نفس الساعات التخزينية النوفا عنده 128 جيجا مع 6 جيجا بايت رام او 8 جيجا بايت رام والجالكسي اي 70 عنده 128 اما 6 جيجا او 8 جيجا بايت رام ولكن الفرق الاساسي والوحيد والمهم الاسدي كارد الجالكسي اي 70 بيدعم اصدقى 1 تيرا بايت النوفا ما بيدعم اصدقى والنقطة لالجالكسي اي 70 بالنسبة للكاميرات النوفا عنده عدد كاميرات والجالكسي اي 70 عنده عدد كاميرات وان اعملت لكل واحد مراجعة وشفتوا الكاميرات وشفتوا اداء الصور وفيديو كاميرا الأساسية بالنوفا 48 ميجابيكسل بفتحة F1.80 كاميرا الأساسية في الجالكسي اي 70 32 ميجابيكسل بفتحة F1.7 ولكن على أرض الواقع تسيبونا من الأرقام وعدد الكاميرات تجربة الكاميرات على النوفا كانت ممتازة جدا بدون شك الفيديو كان أفضل بكثير فلذلك أنا أعطي النقطة هون لكاميرات النوفا بالنسبة للصوتيات النوفا عنده سماعة وحدة ولا يدعم الثلاثة فاصل خمسة الجالكسي اي 70 مرد عنده سماعة وحدة ويدعم الثلاثة فاصل خمسة فلذلك أنا أعطي النقطة هون للجالكسي اي 70 بالنسبة للبطارية بطارية النوفا 3750 مع شحن سريع 22.5 واط أما الجالكسي اي 70 فبطاريته 4500 ميلي أمبير مع شحن سريع 25 واط بالأرقام الجالكسي اي 70 يتفوق ولكن أريد أن أذكر نقطة أنه المعالج الكرن 980 هو أفضل في استهلاك الطاقة فممكن تشوف الأداء بين الجهازين متقارب جدا ولكن حسب الأرقام الجالكسي اي 70 أفضل إذا بدك تحسبها صح انت هون في مخك هل بدك بس رقم كبير ولا بدك جهاز في معالج أداء أو ممتاز في صحب الطاقة هيك بدك تفكر يعني هذا ضل نحكي بالسعر في الأردن سعر الجالكسي اي 70 أعتقد 250-260 دينار أردني النوفا 305 دينار أردني أكيد الجالكسي اي 70 سعره أقل من النوفا ولكن بدك هون تفكر في الموضوع أنا شخصيا هسا أنا بدي أحكي عن نفسي أنا رح أختار النوفا السبب التصميم الأجمل المعالج الأقوى الكاميرا الأقوى أنت ليش ممكن تختار الجالكسي اي 70 ممكن تختاره لأنه عنده أفضل شاشة وعنده بطارية ممتازة وعنده سعر أقل فبدك تفكر فيها بالطريقة هاي شو الأنسب إليك أنت شو بدك بضبط على إيش بتدور سعيتها بتقدر تلاقي أنه الخيار عندك سهل لحتى تختار الجهاز البدكية بيتممى تكونوا استفدتم من هذا الفيديو يعطيكم ألف عافية بشوفكم في الفيديو القادم لا تنسوا تتابعونا على استجرام إلى اللقاء